موسيقى السلام عليكم ربما تكشف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وهيئة النزاهة مؤخرا عن ملامح صيف ساخن على الفاسدين ظهرت ملامحه في غضون الأيام القليلة الماضية فبعد إدانة محافظ صلاح الدين السابق أحمد عبد الجبوري وإداعه السجن بتهم فساد جاء الدور على محافظي البصرة ماجد النصراوي والأنبار صهيب الراوي ومدير الخطوط الجوية العراقية فهل يقف العراق على أعتاب مرحلة جديدة عنوانها الانطلاق بقوة نحو فتح ملفات الفساد ومحاسبة المفسدين بعد الانتصار على داعش هذا ما سنناقشه في قصتنا لهذا الأسبوع من برنامج عمود الثامن مع ضيفينا في الستوديو الكاتبة والصحفية عدوية الهلالي أهلا وسهلا أهلا بي والكاتب والأكاديمي غالب الدعمي مرحبا بك أهلا وسهلا الهلالي كتبت في جريدة المدى عمودا وضعت له عنوان أسهل الطرق للإثراء وكتبت دعمي في موقع نون الألكتروني عمودا بعنوان موسم هروب المحافظين قبل الدخول في تفاصيل ما كتب هذه إطلالة على بعض المنشيطات الصحفية المتعلقة بقصة الأسبوع صحيفة كل الأخبار هروب محافظ البصر بعد استقالته جريدة الشرق الأوسط الفساد يطيح بمحافظي البصر والأنبار جريدة الصباح حسن الياسر لدينا قضايا تحقيقية في محافظات ووزارات موقع بوابة العراق الألكتروني القضاء الأعلى إحالة مدير عام الخطوط الجوية العراقية إلى جنايات النزاهة جريدة الدستور هروب النصراوي بموكبين للتمويه أحدهما توجه إلى إيران حياكم الله مشاهدين الكرام مرة أخرى كنا وبعض العنوانات الصحفية المتعلقة بقصة الأسبوع لأن نبدأ بمحاور البرنامج مع الفقر الأولى لمقالة عدوية الهلالي في جريدة المدى لماذا يجب أن يكون محافظ البصر منتميا لأحد الأحزاب تساؤل يرافق الحدث الساخن الذي تمر به البصرة بعد استقالة محافظها من منصبه وهروبه بطريقة يصفها البعض بالمدبر من قبل المركز ويراها البعض الآخر نتيجة لإهمال بصري المهم أن الرجل هرب بملايينه حاملا جنسية بلد آخر للمزيد من الإطمئنان على مستقبله السيدة الهلالي هل تتوقعين صيفا ساخنا كما نعيش الآن ولكنه بشكل آخر هذا الصيف الساخن يكون على الفاسدين في هذا البلد أم أنها سحابة صيف إحنا عتدنا بعد كل حدث ساخن أن تليه أحداث أكثر سخونة الأحداث الأكثر سخونة حتى أما أن تكون تغطع لهذا الحدث الساخن أو تكون دائما فد وليد إله إحنا بالنسبة لنا انتهينا من مرحلة الانتصار على داعش المفروض لكن الانتصار لم ينتهي بعد فإذن نحتاج إلى مرحلة حاليا أما تلهينا عن موضوع لماذا لم ينتهي الانتصار بعد وأما حتى تفتح لنا أفاق مرحلة جديدة ما تتوقعين بهذه المرحلة؟ تصفية حسابات ممكن وممكن تسقط سياسي لأننا مقبلين أيضا على الانتخابات وممكن فساد موجود وكل ملفات لا بد أن تفتح بحيث وصل العراق إلى أعلى مستويات من الفساد ومعروفة المعدلات التي وصلها هو لكن وجودها بهذه الفترة بهذه السخونة هذه يعني الفساد موجود أصلا موجود من استنوات فيما يخص هروب محافظة البصرة من تعتقدين وراء هروب تهريب هذا المحافظ؟ هو ما أقدر أقول شخص معين لكن دائما الأسماك الصغيرة التي أشرتها مقالتي مدعومة من حيثان كبار من قصتي التي قلت بها المركز في مقالتك؟ ممكن يكون من المركز لأن دائما حتى الأحزاب الموجودة بالمحافظات دائما الهمتدادات بالمركز وإلها دعم من المركز فتبقى عاد حسب الولاءات وحسب المصالح المتبادلة بينهم فأكيد الحيثان الكبيرة تحمل أسماك الصغيرة أذهب إلى غالب الدعم وموقع نوني الألكتروني وما زلنا في الموضوع ذاته ماجد النصراوي هرب إلى الجمهورية الإسلامية وصهيب الراوي زار الخضراء والنية الاستقرار في تركيا عبر الطريق البري وهناك من يقول أنه لم يزل في ضيافة أحد السياسيين في المنطقة الخضراء يتفاوض من أجل شموله بقانون العفو العام مقابل تزديد ما بذمته من الأموال التي استحوذ عليها أثناء توليه إدارة شؤون محافظة الأنبار دكتور غالب مجلس الوزراء أقر قبل أسبوع قانون الكسب غير المشروع والعبادي شدد خلال مؤتمره الصحفي الأخير على محاربة الفساد هل تعتقد أن العراق فعلا مقبل أمام مرحلة جديدة لمحاربة الفاسدين والمفسدين؟ بالمناسبة هذا القانون سأل في العالم من أين لك هذا لا أعتقد تطبيقه في المدة المقبلة القريبة يعني يحتاج إلى تشريع وإلى تصديق إلى آخر موسم الانتخابات مقبل كما هو موسم هروب المحافظين لا أعتقد هناك جدية كاملة لمحاسبة الفاسدين إلا أن هناك ضحايا سيكونون في هذه المحافظين يعني دول المحافظين ضحايا؟ ضحايا أنا باعتقادي في العراق بشكل عام بعض المسؤولين بعض المناصب هي واجهة استثمارية للجهات السياسية التي جاءت بهذا المسؤول وليس فقط المحافظين عموما يعني بالقانون ما يعرفون حزب لا يعرفون توقيع لمسؤول إحنا إذا نتحدث على أنه موتما؟ نعم الجهة التي تحاسب المسؤول هي رقابة المالية تكشف تشخص هيئة النزاهة تدقق تحقق تمام باعتقالي لحد هذه اللحظة لم تزل هيئة النزاهة مكبلة ثمت قيود عليها قيود أنه رئيس هيئتها وإن كان يملك الجدية والقوة لمحاربة الفساد لكن ما زال بالوكالة ما زالت هيئة النزاهة تخضع لأمزجة البرلمان والسياسين والكتل السياسي الكبرى لم تزل الحيتان تحكم العراق الفساد سيضطح طيب يعني محافظة صلاح الدين معتقل الآن ومسجون صهيب الراوي هارب محافظة البصرة هارب رئيس مجلس البصرة رئيس مجلس ديالة أيضا رئيس مسجون يعني مدير عام خطوط الجوية هذه الظاهرة لم يشهدها العراق من قبل هيئة النزاهة انطلقت قبل أشهر أنا أعتقد البناء البنة هيئة النزاهة بعد تولي حسن الياسري هو استكمال لمرحلة القاضي الرحيم العقلي لأنه تم التشابه بينهما في إدارة هيئة النزاهة بإعطاء قوة لهذه المؤسسة المهمة جدا فالآن التحقيقات السابقة اللي أسميها البنة التحتية في هيئة النزاهة عندما تم إعادة البنة التحتية في هيئة النزاهة وإسناد مناصب مهمة لمحققين جالدين في هيئة النزاهة الآن بدأ يظهر نتائج هذه التحقيقات وهي كما ذكرت الأسماء التي هي موضوع حديثنا اليوم الآن مسؤولة هسان قبل لا أجي قرأت قائمة من الأسماء 26 مسؤول عراقي كبير أيضا بالقائمة الأسماء المطلوبة صدر حكام بعضها قطعية وبعضها وموجودين في العراق لهم هاربين بعضهم هاربين وبعضهم في العراق اللي مثل ما ذكرتهم بالخطوط الجوية وأحتقى الصندوق الإسكان اليوم أيضا هناك إلقاء قبض عليها وقبل يومين أيضا بتهمة الرشوة وهذه الحالات الجديدة هي انطلاق قوية أنا اعتبرها لهيئة النازل بعد ما أخذت الإحماء للفترة الماضية وحددت أهدافها لا تتوقف هذه الانطلاق أذهب إلى عدوية الهلال والفقرة الثانية لمقالتها في المدى هل ينبغي أن يكون المحافظ القادم متابعا لحزب من الأحزاب الحاكمة؟ إذا كان الأمر كذلك فقد يصل الأمر إلى التنازع فالمنصب بحد ذاته يعد إغراءا والجلوس على مقعد المحافظ قد يصبح وسيلة للإثراء السريع ولن يكون الحساب عسيرة فطرق الهروب متعددة ومبتكرة ولم يحدث أن تمت محاسبة مسؤول سارق بشكل يبل ريق المواطني ويذكره بمبدأ العدالة الغائب منذ سنوات طويلة سيدة الهلالي كما ذكر الدكتور الدعمي أن هناك بعض المسؤولين ربما مساكين لأنه الجهة التي عينته في هذا المكان الجهة أو الحزب أو التيار أو أي شيء هي التي تتحكم بالمقاولات والاستثمار وكل شيء هل فعلا هذا ما يحدث أنهم عبارة عن دماء وتحركهم خيوط ويمسكها الأحزاب؟ هذه الحالة ممكن تكون موجودة وأكون حالة أخرى أن المنصب أصلاً مغرب حد ذاته يعني أي شخص بسيط إذا ما يكون مسلح بنزاهة حقيقية ويكون مدفوع بضمير حي من يوصل هذا المنصب هو راح أصلاً يكون يخضع للغراءات يعني المنصب لوحدي هو مصدر إغراء أنا أعتقد هذا الشيء ولكن إذا كان القانون قوي لا يمكن التلاعب بالمال العام بصراحة لما يوصل هذا المنصب ويحس أنه أكد إلى حماية معينة ويحس أنه أكد مصالح مشتركة بيننا وبين الناس ذات استفاد من هذا المنصب أصلاً وهي من بناصب أعلى يكون مسنود فإذن هو ما يخاف من القانون والدليل قدامنا أنه بعد ما يتم الفساد وبعد ما تنتهي صلاحية هذا المنصب من يطلع يطلع بكل ببساطة أما يكون هارب هو استفاد فعلاً هو استفاد تلقائياً فما يكون ذاك العقاب هناك من يقول أن النصر المتحقق على داعش ربما ساعد حكومة العبادي على أن تعلن حربها ضد الفساد بشكل واضح ومباشر العبادي من أول النقاط التي طالب بها هي الإصلاح والمحاربة الفساد فإذن هي أجندة عندها المفروض يكون حتى بدون هذا النصر المفروض يكملها حتى يقدر يحافظ على الشيء الإيجابي من ناحية أخرى أن النصر على داعش يجب أن ندعمه في شيء يسانده أنه نلتفت للبنى التحتية نلتفت للمجتمع نلتفت للإنهيار واحد من أصلاحات البنى التحتية هو إخراج الفاسدين وسجنهم ومعقابتهم بالضبط لكن العقاب صراحة المواطن الشيء الذي يريده وإحنا أصلاً الناس النخبة مثلما نقول ليس هذا الذي يكفينا لا يكفي أنه يتعاقب محافظة ويتعاقب رئيس مجلس محافظة إحنا نريد يعني لمن تطلع وثائق معينة هل نروح الفاصل وشوف شتردون مشاهدين يا كرام فاصم القصير هما نعود إليكم حياكم الله ومشاهدين كرام وحديثنا هذا اليوم في العمود الثامن عن فساد محافظة البصرة والأنبار قاطعت السيدة عدوية الهلالة وهي تتحدث عن أشياء أخرى يريدها الناس يعني غير ما ظهر إلى الإعلان ما الذي تريدونه؟ بصراحة نتمنى يعني أنه تنفتح الملفات الكبيرة الملفات مثل شنو؟ يعني أكو مثلاً ملفات حولها جدال كبير مثل مثلاً تسليم المدن اللي صار بوقته يعني ملفات أخرى يعني روسك كبارة تريدين الطيح بضبط فشل الانتخابات عندك المحافظة روسة صغيرة ذلك المحافظين يعني دولة صح بداية خلقوا بداية مش نسميها مسلسل لكن أنه نهاية المسلسل هذا راح تتم تكون النهاية مفتوحة يا ترى أو راح توصل لحلقة الأخيرة اللي ممكن نحن نوصل به النهاية السعيدة جميل هل هناك خطوط حمراء على الرؤوس الكبيرة بالفساد؟ طبعاً والمشكلة أس المشكلة هي الرؤوس الكبيرة هم فاسدون لذا بتقديري أنه هيئة النزاهة ستبقى مكبلة ما دام هؤلاء ما دام الرؤوس الكبيرة تتحكم في الصغار المحافظ ليس صغير طبعاً من الكادر المتقدم هو في درجة وكيل وزير طبعاً وبعدها وزير ثم رئيس بزرعة إذن ثلاثة هم في الكادر المتقدم من الإدارة الحكومة والفساد متصل بعضه ببعض والمفاجأة يعني التفاجأة لحد هذه اللحظة لم تعلن جهة أنها أن ماجد النصراء وينتم إليها لا المجلس لا على الأم ولا الحكمة التي انشطرت تير الحكمة التي انشطرت من المجلس تبروا مننا الأهلية التي تجعلها محافظاً هو في بيت رئيس البرلمان أو في بيت شخصيات مهمة يتفاوض لدفع خلي نروح للفقرة الثانية المقالة تكون كمل وياك دكتور غالب كلا المحافظين ينتميان لأحزاب إسلامية فالنصراوي مرشح المجلس الأعلى وحظي بدعم منقطع النظير من قادته طيلة أربع سنوات والحال ينطبق على الراوي مرشح الحزب الإسلامي والمدعوم بقوة من قادته أيضاً النصراوي هرب إلى إيران مع سك الغفران بعدم محكوميته وأفراد عائلته بجوازه الأسترالي ليكمل ما تبقى له من عمر في بلده الآخر يعني ألا تعتقد أنك سبقت الأحداث دكتور غالب يعني ربما سيلاحقون ويحاسبون كيف يلاحقون كيف يلاحقون ومن يلاحقهم الآن ووجهة يعني ماكو حكام غيابية تصدر وين صدرت الحكام الغيابية فلاحس سوداني الآن يعيش في لندن ومستثمر وفي بحبوحة كبيرة والشعب العراقي يعاني من صيف ساخن كما قلت قبل قليل هذه المحاسبة وعشرات الأسماء أعطني قائمة بأسماء وزراء الكهرباء أو وزارات أخرى أو وزير الدفاع القديم وزير الدفاع وإلى آخره ماذا قدموا للعراق ماذا قدموا للبلد وما هي الإجراءات التي حدت من سلطتهم أو حدت اللاحقون الذين لحقوا في المسؤولية الفاسدين لا يوجد شيء عفو يتم العفو عنه والعفو الأخير بنقاط يعني سلبية كبيرة بيتبديد المال عام إذا رجعت المبلغ يشي منك العفو زين يرجع ثلاث مليارات هو سالق مئة مليار إن سجن سنة هو سالق مليار دولار يعني عمليات الفساد اللي حصلت في الإراء لا يوجد لها حالة مثيل في العالم فقط كأنك يائس دكتور غالي طبعا في ظل هذا النظام الحالي أنا يائس كما غير يائس وربما أنت وجميع الطبقة النخبة وما باعتقادي نحن كشعب نتحمل هذه المسؤولية لأن هؤلاء هم نتاج من حيثما تكونوا يولى عليكم هؤلاء نتاجنا هؤلاء من المجتمع الذي ننتمي إليه نحن وهم فاسدون والآن أعطيك فد نقطة واحد ألف مليار قيمة ألف مليار دولار زين يعني مبلغ غير هاي مجمل ميزانيات لا 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 فساد العقارات التي استولت عليها الحكومات الحالية شدعوا أنك ويش مبلغ منين جايبين وإحنا ميزانياتنا كلها ما واصلة سبعمائة ثمانمائة مليار لا لربما قيمة الأراضي ما تعرف كم هناك الفلل مساحات شاسعة في بغداد ارجع لها ووزحها أنا طلعت على تحقيقات معينة وشفت قيمة الأراضي وحجمها ومستواها أركان النظام السابق سيطروا على بغداد هذه الأملاك التي كانت تعود لأفراد النظام السابق الآن امتلكها أفراد النظام الحالي خلينا نروح موضوع طويل والوقت داهم لازم أروح للعدوية الهلال والفقرة الأخير للمقالتها المسؤول الصغير لا يشعر بالخوف من الحساب ما دامت الحيتان الكبيرة تعوم في وحل الفساد بأمان واطمئنان وتتكفل بحماية الأسماك الصغيرة التي تختار الهروب عند انكشاف المستور بينما تصر الحيتان الكبيرة على البقاء والمطالبة بحقوقها كاملة في تقاسم أرض العراق وامتلاك هوائه إنها توزع المناصب والمقاعد حسب هواها وتلفظ النزيها وتحمي الفاسد سيد عدوي هناك من يطالب بمحاسبة الجهة السياسية التي رشحت المسؤول الفاسد وليس المسؤول نفسه هل تعتقدين هذا الأمر ممكن ومناسب؟ هو مطلوب لأن الجهة السياسية التي ينتمي لها أي شخص فاسد المطلوب لا تتخلى عنه والمفروض على الأقل تنقي أسباب فساده أو تحاسبه يعني أكونوا عم للتخلي أكونوا عم لما الشخص الفاسد يبرز يعني تنسحب الجهات التي منتمي لها الكل يتخلى عنه ولكن هم المستفيدون يبدو هو شيء أكيد مستفيدون يعني هي فائدة متبادلة فبيتش حالة يعني إحنا ليش دائما أقول لك أنه الهدف ما وصلنا له لسه وأنه هناك نوع من اليأس كما نقدر نوصل له هذا الهدف اللي بالكم؟ لما انتم قطع الرؤوس الكبيرة يعني هو هذا الهدف الأساسي يعني إحنا ما نعلاقه بقطع الرؤوس أو عدم قطعها محاسبة الفاسدين سواء كبير أو صغير هاي شارك بيها المواطن ويها الجهات اللي تكشف هاي الفساد يعني الجهات اللي تكشف الفساد حتى ما اللي يكون تسقط سياسي مثلا يعني الانتخابات مقبلة لكن المواطن مهمتة جد إلها دخل بهاي العملية بسضبط هو هذا اللي أقول أنه مواطن هسه مهمته ورا من كشفت كل هاي الأوراق مهمته هسه يعني يختار فعلا مهمته أنه يحاول يفرز يحاول يأشر الخطأ يعني مولي أن يأيد فجهة معينة أو كتلة معينة يعني لازم يختار من هاي الكتلة يعني انتخابات جاية ممكن أي قائمة تفوز تقدر تقلب الموازين والطاولة على كل الرؤوس الفاسدين اللي مروا على العراق حسب نوايا هاي القائمة حسب احتمال ما تكون يعني مصلحة البلد هي الأولوية لديها شكراً ناس تعدوي خلينا أذهب إلى غالب الدعم وموقع نون الإلكتروني والفقر الأخير لمقالته ربما يتفاجأ الكثير من تساهل المنتمين إلى الأحزاب الإسلامية في التربح من المال العام واختلاسه والانتفاع به والجواب أن العلة في بعض فقهاء المذاهب الإسلامية الذين يجوزون الاستيلاء على مال الدولة إذا كانت الدولة كافرة بحسب فهمهم وهؤلاء السياسيون ومنهم المحافظان ينبعون من هذه المنظومة الإسلامية التي تتساهل في اختلاس أموال الدولة دكتور غالب هل تعتقد أن الإسلاميين ما زالوا يعتقدون بكفر الدولة لذلك هم يسرقون من المال العام؟ نعم طبعاً كنت بادل بالأدوار قبل زمن النظام السابق هناك فتوى شيعية موجودة فتوى شيعية لبعض علماء الشعاب بعضهم طبعاً أنا راجعت مرة سيستاني الله يحفظه على كهرباء قال لي إلا وفق نظام الدولة جميل لي على الشخص لكن بعض الفقهاء يقول أنه الدولة الكافرة الآلات العسكرية التي تبطش بها بالشعاب يجوز لك تخريبها والاستيلاء عليها بعد الدفع خمسة باقي أقل من دقيقة الآن الدولة دولة كافرة بعض الجهات الموجودة بالعراق شيعية سنية لا يعني بعض الجهات يعني خنقول تكفيرية تحتقد هالدولة كافرة لذلك وجب الصيطرة على كلهم هل يبني حزاب الإسلامية الشيعية شبيه هم اللي يحكمون البلد؟ بعض الفقهاء يعتبرونهم عندهم لا يتفقيها على أموال الدولة لذلك هم يتصرفون بها كيفما يشاء ويوزعونها لمن يشاءون هل منطق منطق مدنية ومعاصرة وحداثة؟ لا بعيدة عن الدولة يا أخي من يقول نحن في الدولة؟ ليش هو يأتي للدولة ويأخذ راتب منها ويحكم بيها؟ يعني هل تحتقد النظام الذي نحن الآن جزء يعني كافرات في هذا البلد يعني هو نظام مدني يحترم فيه المواطن؟ ضمن الدستور هو نظام مدني؟ ضمن الدستور لكن تطبيق الفعلي لا نظام مدني في العراق وبتقديري وبكلمة أخيرة أنه لو أطلق على تنظيم هذه هيئة النزاة على إدارتها الحالية لو أطلقت لها اليد بدون تدخل والله تقضع الفقه إن شاء الله تنطلق اليد لها ونشوف طاحة برؤوس فاسدين كبار شكرا لكم مشاهدي كرام انتهى وقت البرنامج شكرا لكم وصوله لضيفي في الستوديو الكاتبة والصحفية عدوية الهلالي والكاتب والأكاديمي دكتور غالب الدعمي شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم